في جولة جديدة يعزز بها العراق حضوره على الخارطة العربي وبعد لقاء عراقي سعودي جمع بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عزز فيها البلدان أهمية التعاون المشترك سيما في الملفات الأمنية والاقتصادية يظهر دور العراق الفاعل في المنطقة كصمام أمان لا يمكن الاستغناء عنه كما يعكس دور السعودية في الحرص على مصالح المنطقة بالإضافة إلى أهمية اللقاء في تبادل وجهة النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الزيارة إلى جد السعودي عقبها زيارة الكاظمي إلى إيران ولقائه بالقيادات الإيرانية وعلى رأسها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة حقق فيها العراق رسالته الداعمة للاستقرار في المنطقة ومكملة لأهدف التعاون المشترك بما يخدم تحقيق غايات البلدين في بواجهة تحديات الأمن الغذائي ومناقشة قضايا المنطقة من جانبه جاءت رسالة رئيسي معززة للثوابت المتفق عليها مع بغداد سيما مع تاكيد رئيسي على عمق العلاقة مع العراق ووجود إرادة لتطويرها في مختلف المجالات مشروع الربط السككي بين البصرة وشلمتشا وتسريع إنجازه وملف زيارة الإيرانيين إلى العتبة المقدسة أوراق عدة ناقشها الجانبان بما يخدم تقديم تسهيلة أكبر لتحقيق المتفق عليه إيران وعلى لسان رئيسي دعمت ضرورة الحوار بين دول المنطقة لتسوية مشكلاتها وهو ما يؤكده العراق في اتساع طاولة الحوار الذي يعتبر الحل الوحيد لإيجاد حلول لأزمات سياسية وأمنية واقتصادية